كيف صار للفيل خرطوم في قديم الزمان كان للفيل الصغير أنف جميل كان الفيل مسرورا بأنفه القصير لكن فكره كان مشغولا بسؤال ماذا يأكل التمساح سأل صديقته الزرافة هل تعرفين ماذا يأكل التمساح قالت الزرافة أنا لا أعرف لأنه لا يعيش معنا قال لصديقه النمر هل تخبرني ماذا يأكل التمساح أجابه النمر لا أعرف لأن التمساح يأكل طعامه تحت الماء سأل الفيل القرودة من فضلكم ماذا يأكل التمساح أجابته القرود ضاحكة اسأل الأرانب قال الفيل للأرانب هل صحيح أنكم تعرفون ماذا يأكل التمساح ضحك أحد الأرانب وقال للفيل اذهب إلى التمساح واسأله بحث الفيل الصغير عن التمساح ولما وجده فرح وسأله ماذا تأكل يا تمساح أجابه التمساح الغدار اقترب مني لأخبرك ماذا أكل وحين اقترب الفيل الصغير هجم عليه التمساح وأنسكه من أنفه وراح يجره بقوة ويشد يشد حتى سحبه تحت الماء غير أن الفيل استطاع أن يخلص أنفه من بين أنياب التمساح لكنه لاحظ أن أنفه صار طويلا صار أنف الفيل خرطوما فحزن وبكى كثيرا لأن أنفه القصيرة صار خرطوما طويلا لكنه لاحظ أن هذا الخرطوم مفيد في حمل الأشجار وبه يستطيع أن يتناول طعامه البعيد عن فنه والخرطوم أحسن رشاش للماء البارد المنعش فرح الفيل كثيرا وراح يتأمل خرطومه باعتزاز وصار كلما رأى خرطومه تذكر التمساح الماكر لكنهما يزال يتساءل ماذا يأكل التمساح فتجيبه الحيوانات كلها إن التمساح يأكل جميع الحيوانات التي لا تكون حريصة على حياتها كيف صار للفيل خرطوم؟ في قديم الزمان كان للفيل الصغير أنف جميل كان الفيل مسرورا بأنفه القصير لكن فكره كان مشغولا بسؤال ماذا يأكل التمساح سأل صديقته الزرافة هل تعرفين ماذا يأكل التمساح قالت الزرافة أنا لا أعرف لأنه لا يعيش معنا قال لصديقه النمر هل تخبرني ماذا يأكل التمساح أجابه النمر لا أعرف لأن التمساح يأكل طعامه تحت الماء سأل الفيل القرود من فضلكم ماذا يأكل التمساح أجابته القرود ضاحكة اسأل الأرانب قال الفيل للأرانب هل صحيح أنكم تعرفون ماذا يأكل التمساح؟ ضحك أحد الأرانب وقال للفيل اذهب إلى التمساح واسأله بحث الفيل الصغير عن التمساح ولما وجده فرح وسأله ماذا تأكل يا تمساح؟ أجابه التمساح الغدار اقترب مني لأخبرك ماذا أكل وحين اقترب الفيل الصغير هجم عليه التمساح وأمسكه من أنفه وراح يجره بقوة ويشد حتى سحبه تحت الماء غير أن الفيل استطاع أن يخلص أنفه من بين أنياب التمساح لكنه لاحظ أن أنفه صار طويلا صار أنف الفيل خرطوما فحزن وبكى كثيرا لأن أنفه القصيرة صار خرطوما طويلا لكنه لاحظ أن هذا الخرطوم مفيد في حمل الأشجار وبه يستطيع أن يتناول طعامه البعيد عن فمه والخرطوم أحسن رشاش للماء البارد المنعش فرح الفيل كثيرا وراح يتأمل خرطومه باعتزاز وصار كلما رأى خرطومه تذكر تمساح الماكر لكنهما يزال يتساءل ماذا يأكل التمساح؟ فتجيبه الحيوانات كلها إن التمساح يأكل جميع الحيوانات التي لا تكون حريصة على حياتها اشتركوا في القناة